شكرا لك الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري أطلقت وزارة التعاون الدولي التقرير السنوي للوزارة لعام 2021 والذي جاء تحت عنوان تعاون إنمائي فعال لبناء مستقبل أفضل وذلك بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلاة من شركاء التنمية متعدد الأطراف والقطع الخاص والمجتمع المدني بالإضافة إلى ممثل مجلس النواب وجاء إطلاق التقرير انطلق من حرص الوزارة على ترسيخ الشفافية وتواصل الفعال فيما يتعلق بالشركات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة والترويج للقصص التنموية التي تنفذها الدولة مع شركاء التنمية لدعم رؤية الدولة 2030 وتنفيذ برنامج الحكومة مصر تنطلق